بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن هناك بعض الأزمان والأوقات التي خصها ربنا عز وجل بمزيد عطاء وتفضل وإكرام وغفران وما شابه هذه الفضائل هذه الأزمان وهذه الأوقات هي أشبه بالخزائن التي أودع الله عز وجل فيها منحاً إلهية شريفة نفيسة هذه المنح كأنها كالجواهر والدرر نحن نسمع عن يوم الجمعة ونسمع عن ليلة القدر ونسمع عن ليلتي عيد الأضحى والفطر ونسمع عن يوم عرفة ونسمع عن ليلة النصف من شهر شعبان وهكذا هناك أزمان كثيرة وأوقات كثيرة خصها ربنا عز وجل بمزيد إقبال على الناس وبمزيد إقبال على العباد هذه الأزمنة هي في ذاتها جواهر ودرر والمطلوب منك أيها الإنسان أن تستسمر هذه الأوقات وأن تستسمر تلك الأزمان التي أودع الله فيها منحاً نفيسة شريفة هذه الأزمان والأوقات يقبل الله فيها على عباده فمن كان في نفسه شيء فليسأل الله عز وجل هذه الأزمان والأوقات أودع الله فيها الكثير من الجواهر والدرر حتى إنها تكون من أفضل الأوقات في التواصل بين السماء والأرض من هذه الأزمان ليلة النصف من شهر شعبان هذه الليلة الكريمة التي ثبت فضلها في الكثير من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا حين نستسمر الأزمان والأوقات أن ندرك خصوصية هذه الأزمان وخصوصية هذه الأوقات فيوم الجمعة مثلاً له خصوصية ساعة الإجابة ليلة القدر لها خصوصية تفضل العبادة في ألف شهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى وهكذا فكل زمن وكل وقت له خصوصية عليك أن تستسمر هذه الخصوصية وأن تستسمر هذا الزمان الشريف ولذلك كلمة الاستثمار معناها أن يشتري المستثمر أصولاً لها قيمة لماذا يشتري المستثمر أصولاً لها قيمة؟ لأنها تدر عليه الربح الوفير وتكون دائماً في زيادة مستمرة إذن عليك أن تستسمر هذه الأزمان وهذه الأوقات لما فيها من المنح الإلهية والعطايا الإلهية ليلة النصف من شهر شعبان يقول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم يطلع الله عز وجل إلى عباده في ليلة النصف من شهر شعبان فيغفر لجميع خلقه لاحظوا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر لنا عن خصوصية هذه الليلة خصوصية ليلة النصف من شهر شعبان أنها ليلة المغفرة وأنها ليلة الإكرام وأنها ليلة العطايا وأنها ليلة القرب من الله عز وجل فهذه الليلة فيها الغفران من الله عز وجل لجميع خلقه يقول صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى عباده في ليلة النصف من شهر شعبان أن يتفضل الله إلى عباده بقدر زائد وعطاء مخصوص ما هو هذا القدر الزائد؟ ما هو هذا العطاء المخصوص؟ فيغفر لجميع خلقه إذن هذا العطاء هو المغفرة هذا العطاء هو الغفران والإكرام لكن هناك حاجز واحد ومانع واحد يمنع عنك هذا الغفران ويحجز عنك هذه المغفرة ما هو هذا المانع؟ ما هو هذا الحاجز؟ تعالوا نكمل كلام سيدنا رسول الله فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن المشرك نعرفه من هو المشاحن؟ المخاصم الذي يتسم بصفات العناد والتحفز والغضب والحقد والكراهية وغيز القلب غيز القلب هذا لا يتوقف عند الإنسان وفقد بل ينتقل من الإنسان إلى تدمير المجتمع فلاحظوا كلام سيدنا رسول الله فمن أراد أن يستثمر خصوصية ليلة نصف من شهر شعبان فليجعلها ساعة صفاء وليجعلها ساعة نور وليجعلها ساعة تسامح وليجعلها ساعة إنسانية ماذا تصنع؟ عليك أن تسامح غيرك حتى تنال مغفرة الله عز وجل حتى لا تكون تحت دائرة المحجوزون عن هذه المغفرة لأنك من أهل الحقد أو الحسد أو البغض أو الكراهية أو ما شابه ذلك لا تسرف في محبة غيرك كما لا تسرف في كراهيته فالإسراف في كل منهما يعمي ويصم إذن الأوقات والأزمان بمثابة خزائن الخزائن أوضع الله فيها منحا شريفة نفيسة هذه المنح هي جواهر ودرر عليك أيها الإنسان أن تستسمر هذا الزمان وأن تستسمر خصوصية هذا الزمان وأن تستسمر هذه الجوهرة وهذه الدرة ماذا تصنع؟ اذهب إلى خصوصية الزمان وحاول أن تكون أهلاً لها يطلع الله عز وجل إلى عباده في ليلة النصف من شهر شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح فلا تكن منهما حتى تنال المغفرة والنظر والتأييد والتوفيق والغفران من الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم